التحركات في العراق مشاهدين تدور في قلب المنطقات الخضراء ولهذه المنطقة رمزية كبيرة في المشهد السياسي العراقي كونها تضم معظم مؤسسات الدولة والسفارات وغيرها من المؤسسات ما هي هذه المنطقة وما أهميتها؟ عرض مفصل مشاهدين في هذه الفقرة مع زملتنا تسبيح مبارك شكرا شانتال المنطقة الخضراء مساحة جغرافية في العاصمة العراقية بغداد شهدت أحداثا سياسية وأمنية مفصلية في تاريخ البلاد فما هي هذه المنطقة؟ تمتد على مساحة عشرة كيلومترات مربعة تشمل أجزاء رئيسية من أحياء رئيسية في بغداد تمتلك المنطقة عددا من البوابات الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة وخاصة في أبريل من العام 2003 سيطرت القوات الأمريكية على المنطقة إثر غزوها للعراق وأطلقت عليها هذا الاسم وشيدت حولها حواجز إسمنتية تعلوها الأسلاك الشائكة ومنعت العراقيين من دخولها إلا بتصاريح أمنية خاصة تضم المنطقة إلى جانب سفرة الأمريكية مقر منظمات دولية عدة ومقر الحكومة العراقية إضافة إلى المفوضية العليا للانتخابات ووكالات حكومية عراقية وأجنبية تعد ساحة الاحتفالات الكبرى من أبرز المعالم التي تشتهر بها المنطقة الخضراء تضم الساحة نصب الجندي المجهول الذي بني مطلع الثمانينيات كما تشتهر المنطقة أيضا بقوس النصر الذي شيده إبان الحرب العراقية الإيرانية مطلع يناير من العام 2009 سلمت المنطقة الخضراء للقوات العراقية وعام 2015 سمح للعراقيين بدخول مناطق محددة فيها ثم في العام 2018 فتحت أجزاء أخرى منها من دون قيود لأول مرة رغم اعتبارها ساحة الأمنية لا شط حصينا في العراق تعرضت المنطقة الخضراء لسلسلة الميتفجيرات وعمليات القصف تعد منظومة السيرام الدفاعية الأمريكية أبرز الأسلحة التي تؤمن المنطقة شهدت المنطقة كذلك في أوقات متفرقة من العقدين الأخيرة احتجاجات ومظاهرات تنوعت عنوينها بين المطالب الشعبية المعيشية وحاربة الفساد والاحتفال بنتائج الانتخابات أو استعراضات قوة بين البلشيات ترتبط المنطقة الخضراء مجازيا بهيبة الدولة العراقية لذلك يعد تأمين هذه المنطقة أمرا محوريا لإدارة الحكم في البلاد